الأصل الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا لضرورة الزوج طلق زوجته يعني هو معروف عن مبنة دلوقتي معروف ومشهور أن الوحدة لما تطلق خلاص تروح عندي بطبوها من إلا الكتب من الذي قال لكم أن المرأة المطلقة عندما يرمى عليها اليمين ويطلقها زوجها تذهبوا إلى بيت أهلها ما حدش قال كده وإحنا لي بن خالف الشرح ربنا سبحانه وتعالى في أول آية من صورة الطلاق عشان نفهم وإحنا أقول لكم في أول الحلقة نحن عايزين نفهم نفهم طلاق عايزين نفهم حياة زوجي هي لو خرجت تقول لها لا ما أنتش خرجها هي لو هي بقى خدتها كرامتها أوي ويعني خلاص بقى مديقة إنه طلقني خلاص ما ليش عيشة هنا ولا لي أعد هنا ولا لي مش من حائك مش من حائك إنك تخرج من بيتك من بيت زوجك مش من حائك ولا يجوز لك إلا لضرورة حنقول دلوات أول آية في صورة الطلاق ربنا سبحانه وتعالى بينها فيها المرأة نهيا صريحا عن مغادرة البيت بيت الحياة زوجي قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم شوف الآية واضحة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة ركز في العدة كويس حسبها بالورأ أو الألم واتقوا الله ربكم يبقى أنت بطلق أو طلعته يجب عليك أن تتقي الله في زوجتك وفي أهل بيتك وفي أولادك وفي حقوق مطلقتك لها حقوق تدهلها لها مؤخرة تدهلها لها نفأت عدة تدهلها لها نفأت متعة تدهلها لها المهر بتاعها اللي هو أنت خدته منها علشان تشتري عربية ولا علشان تعمل مشروع علشان تشتري شقة ولا مش عارف علشان إيه تدهلها حقها إذا تركته عن طيب نفس فلها ذلك أقيت لك أنا عاوز أحكتي أو حتى ما تكلمتش وإنت إيه ما قلتش أو ما تكلمتش مش معنى أن هي سكتة إنه بركة يا جامع با جت منها ولا جتش مني لا وَقَاتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيقًا مَّرِيقًا يبقى دا حقها واجب عليك إنك تدلزقتك المهر بتاعها طيب إنت جبت لها دهب وبعدين جيت بعد زواج بشهر باتنين بسنة بسنتين قلت لها بقولك إيه ما تجيب الدهب بتاعك ده أو هي الستة لقيتك عاوز تعمل حاجة وأنت محرق تكلمها فقلت لك تفضل خد الدهب يساعدك شوي خلاص كده يبقى مديهولك مساعد ما يتلكش أنا مش عايزاه لا مديهولك مساعدة لم تتنازل عنه يبقى معنى كده أنت أزوأ منها وتقول لها أنا هجبهولك فقار أبوات أو توزنه عند الرجل الجواهرجي وتقول لها بقولك إيه دهبك ده عامل 35 جرام انت ليك في زمتي 35 جرام ده غير المؤخر يا مش دي حقوق برضو حقوق طبعا هو أنت حضرتك لو مديها 10 تلاف أو مديها 20 ألف وقيت لك أنا عايزهم سلفة أو مش عارف إيه حاجة خارج نطاق الحياة الزوجية هتوقف عليها تقول لها فين العشرين اللي أنا مسلفهم منك فين مش عارفين اللي أنت واخدهم مني على كل حال المرأة المعتدة من طلاق رجعي لا تخرج من البيت ولا يخرجها زوجها ما يقول لهاش يلا عنده أهلك مش حقك ما ينفعش تقول لك هنعرف الحالات والأحوال التي يجوز للمرأة أن تخرجها بسببها من البيت هنقول بالوقت يبقى المرأة المعتدة مكان الاعتداد بتاعها أو مكان العدة بتاعتها فين؟ في بيت الزوجية توعد ترجمة نانسي قنقر